بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ثانما ديناميكس and fluid mechanics المحاضرة التي قد درسنا فيها الحصة الماضية كنا قد عرفنا الهيت انجين تعريف الريفريجيريتر تعريف الهيت بامب أيضا عرفنا ايش؟ عرفنا الماكسيموم افيسيانسي and الماكسيموم كوفيسين اوف الفيرفيرمانس اوف هيت بامب and الماكسيموم كوفيسين اوف الفيرفيرمانس اوف الفيرفريجيريتر وايضا تم عرض القانون الثاني للديناميكة الحرارية وهي قولة كلوزيوس وايضا قولة كيلفان بلايك نحاول خلال هذه المحاضرة ذكر او تعريض الى الشيء اخر وهو كرنت سايكل او سايكل حق كرنت قبل ما نبدأ المحاضرة هذه اود فقط استرح سؤال او كده لو تجبروا تبحثوا عن نت العالم هذا كرنت كيف سوى السايكل هذا يعني السايكل اللي سمي باسمه وليش السايكل هذا يعني اصبح مهم عندنا يعني في علم سيرما ديناميكس يعني لو ممكن يعني تسويوا شغل على حياة العالم هذا كرنت وليش تم اتخاذ كرنت سايكل يعني يدرس وما راح نشوف يعني سايكل اخر او ليش اصبح السايكل هذا مهم يعني الى الدرجة هذه طيب نحاول الحين نعرف ايش كرنت سايكل هذا كرنت سايكل يعني كرنت سايكل في ايش في عندي تو ادياباتيك يعني كيو نوه الترانسفير نقدر نقول وايضا عندي تو ايزو ثرمال بروسس يعني تو كانستان تومبريتر واذا السايكل هذا اول شيء يتكون من اربعة اجراءات تو نوه الترانسفير او ادياباتيك بروسس and تو تومبريتر كانستان او ايزو ثرمال بروسس طيب لو نشوف السايكل هذا حسب ما نشوف الرسمة هنا وقبل الرسمة نحاول نقرأ اسم موجود هنا the kernel cycle provides a specific example of an reversible power cycle operating between two thermal process ان كورنت سايكل زي ما قلنا the system existing the cycle undergoes series of four and turning reversible process two adiabatic and two isothermal فهنا راح نشوف انه هذا ايزو ثرمال هذا ايزو ثرمال وهنا هذا process adiabatic and هذا adiabatic في الايزو ثرمال process الاول اللاحظ انه الطاقة الحرارية تدخل للسايكل الثاني الطاقة الحرارية تخرج من السايكل صح شباب فهنا نفس الرسمة هنا عندي انه TH تدينا حرارة للسايكل و في TC أو TL حرارة تخرج من السايكل واللاحظ انه work done يقع فين طبيعي جدا راح يقع يمكن هنا أو هنا أو خلال السايكل بكله يعني فرح نشوف هذا بعدين ان شاء الله طيب هنا يمكن الرسمة أوضح من اللي شفناها قبل لاحظ انه الهيت QN يدخل السايكل في البروستس الأول آيزو ثرمن وين تامبرتر هي الأعلى Q أوت يعني الهيت تخرج من السيستم في المكان للدرس حرارة وأبرد أو TL عندي two adiabatic process وخلال السايكل هذا كله عندي أيش عندي work out من السيستم يعني work ينتج عن هذا السايكل فلاحظ هنا description للfour processes process one two the assembly is placed in contact with the reservoir at T high أو T hot the gas expanded isothermally while receiving energy QN from the hot reservoir by heat transfer تلاحظ إيش هنا عندي كلمة isothermal زي ما قلنا T1 تسوي T2 وأيضا عندي إيش شباب عندي expansion ليش لأن هذه الone وهذه T2 هذا سايكل حق V فلاحظ هنا زيادة H في الحجم تصبح عندي expansion بالنسبة process T2 أيضا عندي قلنا إيش عليه إنه أديابتك وأيضا عندي في expansion ليش لأنه لو سورت السايكل ناخد process 2 3 اللاحظ إنه هذي 2 وهذي 3 هذه حق V اللاحظ إنه V3 هي أكبر من V2 The process 3 4 is placid contact with the reservoir temperature حق تلو أو تكول The gas is compressive ليش لأنه لو صورت السايكل 3 4 راح تكون كده هذه 3 4 و 4 1 راح تكون 4 وهذه 1 راح تكون كده فلاح اللاحظ إنه V4 V1 V3 V4 أكبر من V3 فإذن عندي هنا compression وأيضا 4 1 يعني عندي V1 أصغر من V4 عندي أيضا compression هنا adiabetic وهنا isothermal process فالkernod cycle هنا زي ما قلنا في 4 processes 2 adiabetic and 2 isothermal isothermal وقت يكون contact مع hot temperature فهو ياخد طاقة الحرارية لما يكون contact مع درس الحرارة الباردة فهو يسيب الطاقة الحرارية ولما يستغل cycle from 1 to 4 يعني from 1 to 1 يعني يمر على 2 3 4 راح ينتج عليه work هنا نكون خلصت المحاطرة زي ما طلبت منكم بداية هل من الممكن يعني ليش kernel cycle يعني بالذات يلزم ني أني نعرف في حلم thermodynamics بالطبع هنا في مجموعة cycle فنطلب منكم إيجاد أنواع cycle على الأقل ثلاثة أو أربع أنواع cycle وإيش الفرق بينهم وبين cannot cycle السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله